تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من سلبي برشلونة اللي بتيجيكم مني أنا محمد عوات بالتعاون مع برشلونة نيوز واللي بتيجي اليوم تحديدا بعد فوز برشلونة على لبادي خليني أبدأ بقصة إشتنبارة يعني فيه دكتور اسم أحمد الجزاون في دبي دكتور أسنان صديقي بشجع برشلونة روحت عنده عندي ألم كتير فبقول لي والله بطلت أحضر مباريات برشلونة بقولت له من الشغل قال لي لا بس بطلت متحمل أشوف هذا البرشلونة وذكرت تصريحي جوارديولا أنه اللي بيلعب مع أطلنطة زي اللي بروح عن طبيب الأسنان حاليا صارت مشاهدة برشلونة بالنسبة له مشجعية لا أسوأ من طبيب الأسنان فروحوا عن طبيب الأسنان ورايخوا حالكم بس يعني صارت صعبة مشاهدته تشوف فريق بيعاني بكل مباراة تقريبا عم نضطر نوقف اليوم عن دقيقة 94 تشوف في بلنتي فيش بلنتي على أمتيتي بعدين تطار تاخد شتيجن لا الوضع كتير بعيد الوضع كتير مؤلم أكثر من ألم الأسنان مباراة صراحة ما كنت أتوقع أنها هتكون سهلة كنت عارف أنه ظروفها صعبة لأنه في البداية أنت عندك أول شيء ريال مدريد عم بيهزم أتلتكو فبيبعد عنك فأوضى أول ضغط تصريح كومن اللي بيتمنى فيه فوز ريال مدريد هذا لوحده ضغط على المدرب أنه أنت تمنيت فيه فوز ريال مدريد طب وريني أشتارتك يلا اضغط على أتلتكو وأنت بدك تجيب اللقب وريني أهمتك بنفس الوقت ليفانتي ربما يبدو في مراكز الهبوط لكن الفريق بآخر ست مباريات متعادل خمسة فائز وحدة اللي ضربه هو فعليا في أول خمس مباريات كانه خسر أربعة هناك البداية اللي كانت سيئة بس الفريق عم بيتحسن في حين برشانة جاي من خسارة قاتش خسارة يوفنتوس الكبيرة فالجرح النفسي موجود توتر والكلام دائما عن خروج ميسي موجود كل شيء بيحكي أنه برشانة مش مرتاح هون عشان يعرف يلعب اليوم كويس طبعا كومان آمن بأفكاره أربعة تنين ثلاثة واحد مع استمرار تجاهل لبيانيتش رغم تصريحة بيانيتش الأخيرة أنه بديلعب دقائق أكثر كوتينيو يساري جريزمان يمين ميسي في العمق وحتى يمين ويساري في حرية كاملة ومن أمام برايتوث كمهاجم أراوخو هو اللي كان شريك لينجلي في مباراة اليوم إذن خطة هي هي الأسماء هي هي وكالعادي برشلونة أيضا مع كوماني بيدخل اللقاء يعني بحدة ومستحي يعني يلا نهجم بهجم هجمة بعدين بهداء بعدين تيجي فرصة بصودها اشتيغن في الدقيقة 12 ولولا كان ليفانتي تقدم وعلى الأغلب لو تقدم ليفانتي ممكن مبارا راحة مسار آخر تماما ولكن اشتيغن بيبقي برشلونة باللقاء بعد برشلونة استيقظ شفنا عم بيحاول يصنع فرص شفنا عم بيضغط بس دائما هذا الضغط أو هذه محاولة مسك الكرة أو التقدم للأمام دائما فقد كثير أشياء بهذا الشكل دائما كوتينيو بيطلع الخاسر الأكبر لأنه ميسي عم بيأكل مساحة كبيرة في النص جريزمان عم بيروح بالعمق كمان فبيأكل من اليمين ومن العمر فكوتينيو حتى لو يطلع العمق بصير كأنهم التلات داخلين ببعض وبنفس الوقت كوتينيو على اليسار لوحده ما حيقدر يعمل شيء خصوصا إنه دائما في قلبة اللي بيصعد قدامه ودائما هو الخيار الأفضل لمسي حتى في التميران مش كوتينيو فكوتينيو في ذلك المركز عم يتم فعليا إنهاءه كلاعب إلا إذا يعني خلين نحكي هو نفسه قدر يلقى توليفه لنفسه لأنه كومان مش حيلقاله توليفه ينجح فيها بهذا المركز ولو لاحظنا بكلامي السابق غريزمان يمين كوتينيو يسار ميسي أقرب لعشرة ولا واحد بمكانه ولا واحد يوم جناح يعني غريزمان وكوتينيو راح يوم جناح فطبيعي يصير كل اللي شفناه إنه ما بتعرف مين اللي على اليمين ما بتعرف مين اللي يدخل منطقة الجزاء يصير في هذا العشوائي الكبير في التلثة الأخير اللي بتريح لعيبة ليفانتي بشكل كبير واللي خلتنا حتى مع هالعشوائي شفنا برايتوث قلب نيمار بتشوفوه بشيط الأول تحديدا يطلع اليسار ويرقض ينقل منطقة الجزاء خلها هاد الفوضى موجودة أنا سؤالي دائما إنه مين اللي بيحكم الآخر الشكل ولا اللاعبين يعني هل المدرب بيعاب أربعة اتنين ثلاثة واحد ولا أربعة ثلاثة ثلاث ولا أربعة ثلاثة واحد اتنين لأنه بحبها ولا مبسوط فيها ولأنه لعيبته مناسبين انصاب الأجنحة هل ما المنطق تلعب بنفس الخطة يعني ما زلت عندي يعني تحفظ كبير على العناد على الرسم يعني الرسم العام للفريق في ظل إنه ولا واحد تقريبا في مركزه هاده المشكلة الهجومية اللي ممكن أفهم إنه سببها أسماء ما إجت لكوما في الصيف أو لعبيد انصابوا بس في مشكلة كبرى اللي هي أساس مشكلة برشلونة هاده الموسم أساس إنك بتعاني أمام ليفانتي وبتخسر مع قادش أساس كل هذا الشي اللي هي أنا بسميها الإخلاص الدفاعي الفريق مش مخلص فعليا بافتكاك الكرة مع إنه اليوم لو لاحظتوا الهدف اللي جابوا جابوا من افتكاك يعني لازم يتعلموا وسن الماضي جابوا كثير جوال بعد افتكاك كرة يعني لازم يفهموا أهميتها لكن لما تشتطلع برشلونة تحس في لعب لعبين بيركضوا يعني زي بمثلوا عارف يعني بيركض قطوتين ولما تطلع الكرة خلاص شكرا الحمد لله بعتوها عني وإمشوا تشت دلك الضغط فدائما الخصم حتى لو كان ضعيف إنت الخصوم بضعاف شو ميزتك ضدهم إنه بعلموش يلعبوا على الكرة على الأرض ويتصعدوا فيها بسهولة فلو تضغطهم دائما حيسلموك الكرة ويرجعوا يدافعوا فإنت لما تسمح للكرة تطلع من الثرث الأول للثاري لمنطقتك وما بتكلم بس عن أنه ميسي كثير لاعبين فعلا يعني محاولة افتكاكهم من الكرة فيه مجرد واحد يتحرك مش واحد فعلا عنده هذا الشراسي وفي نوع منهم هذا الشي الآخر لخطوط ما فيش منظومة من الأول إلى آخر ما فيه منظومة واضحة فيه خط بيرمي على خط يعني خط الهجوم لما تطلع من وراء بيقول الحمد لله راحت علي يلا شدوا حدكم يا وسط الوسط تطلع علي شد حركة دفاع فيه نوع من إنه هذا الفريق مش كتلة واحدة يعني مش فريق خايف على بعضه يعني من ناحية التكتكية ومن ناحية نفسية هذا فريق مش خايف على بعضه بشكل حقيقي هذه المشكلة اللازم يشتغل عليها كمان لأنها أساس إنه استحواذك يصير أفضل أساس إنه خصمك يرتبق أساس يرجع للخلف وأساس تحبطه لخصمك أيضا هذا لا نقاش فيه إنه أهم شي لأي فريق بدي يهجم إنه يعرف يدافع أنا مقتنع أنا شخصيا يعني مقتنع الفريق اللي بدافع كويس أحسن بالفريق اللي بيهجم كويس بعرف شي دافع يعني اللي بدافع كويس بعرف شي يهجم لسه أهو طبعا أكيد الفريق عنده سوء توفيق واضح بالفرص هذا الموسم وحكينا فيه بس اليوم انت بات لا شغل ربما ما حكيت في الماضي عن هذا الموضوع بس انت بات إنه الفريق بيعطي خصمه نفس يعني بيجيب الفرصة بضيحها بس بيعطيهم خمس وعشر دقائق يتنفسوا للي بعدها وربما هذا اللي ناقصهم ناقصهم خيسميها الكثافة تحت الحد اللي بتصير اللي كانت عند مرشانة زمانة إنه فرصة وثنتين وثلاثة بحشر دقائق لعندما الخصم يستسلم ويعطيك يعني بأخير تجيك الفرصة المحقبة 100% اللي ما بتضيع فهذا أعتقد الناقص الآن هجوميا أيضا في بعض المواقف الهجومية اليوم كانت غريبة ممكن نرجع فيها لقصة إنه ولا واحد بمكانه يعني بتحس أمرات بيجي جريزمان متأخر على الجناح اللاعبين مش مرتاحين يعني فيه التمركز تعال اللاعبين مش كثير يعني بتحسش إنه كل واحد عم بتحرك بناءنا حركة زميله وهونا طبعا فيه جزء واضح لشغل كومان بدري لما نزل حسن نوع الاستحواذ حسن جود الاستحواذ نقلوا للأمام فيهك مباريات لما خصم يدافع كثير ما أعتقد بدك دي يونج و بوسكتش مع بعض بدك لعب زي بدري يكون ربما مع دي يونج وأيضا ربما رح يوصل كومان لقناعة إنه بعدم وجود فاتي و ديمبلي ربما أربعة اثنين ثلاثة واحد من الصحيحة ربما المنطق أربعة ثلاثة ثلاثة و واحد من الثلاثة أو اثنين من الثلاثة جريزمان برايتويت و كوتينيو يلعب والثالثة يريح لأنه أنا بفضل يكون الثلاثة في الوسط منهم فعلا كما هم بيانيش دي يونج و بوسكتش أو بيانيش و دي يونج و بيدري أو بوسكتش و دي يونج و بيدري يكونوا محاور حقيين يعني في خط الوسط في العبق واللعب الثالثة يكون صنع لعب متقدم فربما هذا أفضل حل يوصله بالأخير كومن إنه بهذا الحل اللي بلعبه الآن على اللاعبين عم بدخلوا ببعض مساحة عم بدخلوا ببعض اللاعبين مش مرتاحين وبنفس الوقت ما عندكش أجني حقية تلعب فيها واللي بيدل على وجود مشكلة ثقة الآن في برشلونة تبديل أمتيتي يعني بدل ما يطلع جريزمان ينطلع نزل أمتيتي بدل جريزمان معناها أنت عم بتدافع ضد ليفانتي عم بتدافع ضد ليفانتي و يعني شو أحكي يعني الطريق إنترنتي بأخذ دقيقين خمس دقاقة حشرة دقاقة عمره برشلونة كان يدافع من يرجع للخلف بهاي طريقة في طبيعة برشلونة خاصة أنه هذا كومن اللي كان مع كرويف طب برشلونة بدافع يعني بزكرة فما كنت يعني كنت بأسوأ الأحوال لازم أشوف فربما بيانيتش بدل جريزمان إذا بنا نشوف هيك شي لكن خلينا نحكي مدرب نجي فاز رغم يعني لدراما اللي عاشها بأخذ دقيقتين ولي كان حيندم عليها كثير خلينا نحكي أنا معندي مشكلة لأخر شهر كنت دام بتوقع الفرق يكون عم بيطلع الفرق عم بينزل المهم فاز والثلاث مقاط دائما كويسة والوقت هو أهم شي يعني أهم شي بحتاجه أي فرق في الدنيا الوقت فربما تكون هذا الفوز لو فوز الثاني بعده سيء عادي أوكي المهم تظلك تفوز لعن ما تلقى حلول لمشاكرك الكثير اللي حكينا في حلقة اليوم واحدة من المباريات اللي مش مريحة لبرشلونة لكن المهم أنه فاز وموصلون لنهاية الحلقة كنت معكم أنا محمد عواد موجود فيسبوك تويتر وإنستجرام وضروري جدا نتابعوا مع قناة سيبس بوت في اليوتيوب والسلام عليكم ورحمة الله